عدنا لحضراتكم من أشكال التغيير اللي احنا يعني ان شاء الله بإذن الله تكون مستدامة معنا ونكون ضفنا العزيز موجود معنا بإذن الله يعني وقت ما تكون الأحداث ملحة وهو بصفة يعني مبدأية كده احنا كل 15 يوم مرة لكن لو فيه أحداث ملحة وهو بصفته وبمركزه وبثقله وبخبرته وتجربته في الصحافة وتجربته في الإعلام عموما فيعني مهم يكون معنا احنا بنرحب بكل تقدير أستاذنا الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وطبعا يعني له ما له بقى من خبرات وهو كان الحقيقة ضيف عزيز معز منا العزيز عمري خليل في برنامجه من مصر في فترات سابقة وإن شاء الله بإذن الله يكون ضيف معنا في الفترات القادمة بإذن الله برحب بحددك أستاذ كرم ودايما نضيف عزيز علينا بإذن الله أهلا بك يا سيد جابر وأنا بشكرك على الكلام الطيب ده احنا كنا بنتكلم في الجزء الأول من البرنامج حالة غزة حقيقة مسيطرة على المود العام للإعلام والمود العام للناس والمود العام للشارع حتى الناس يعني تقريبا ما بقاش فيهمهم أكتر من هم أنه إزاي غزة تتنفس إزاي الناس في غزة نقدر نحميهم إزاي المصابين نقدر يعني نعالجهم إزاي الضحايا وإزاي الشهداء ممكن نقلل الحقيقة الحالة العامة دي موجودة وكنا بنتكلم في الفقر السابقة في هذا الإطار خطة الاحتلال الإسرائيلي في تصفيت القضية الفلسطينية وإنه في مخطط تهجير قصري سيادة الرئيس تكلم قبل كده ودكتور مصطفى مجبولي حقيقة كنا معاه في وحدا كنت موجود معانا في رفح وكنا موجود معانا في محافظة شمال سيناء وحدا كنت موجود معانا في المنصة وتكلمت في هذا الأمر مراره وتكراره ولتقيت حضرتك برضو بمشايخ سيناء هناك وهو الأخر يعني حدك شايف الأمر ازاي يعني النهاردة اليوم 42 بعد 7 أكتوبر لحد النهاردة حدك شايف التطور ازاي وشايف القضية ازاي أنا يعني شايف الأمر بالغ التعقيد والصعوبة ولكن في البداية يعني أنا بنصح نتنياه أن يقرأ جيدا ما كتبه ديفيد بونجوريون سنة التسعة واربعين لأنه كانت حالة مشابهة للتهجير اللي بيحصل دلوقتي ديفيد بونجوريون طبعا بونجوريون هو اللي أعلن قيام الدولة ورأيه أول رئيس الوزراء إسرائيل والداعي للدولة فبيقول إيه في مساكراته اللي تم الإفراج عنها مؤخرا فضلت حبيسة للأدرك فترة طويلة بيقول يجب علينا على الإسرائيليين أن نضايق المهاجرين هم ما نجحوا في الفترة دي أنهم يهجروا من رفح 700 ألف فلسطين أن نضايقهم بلا رحمة وأن يتجهوا نحو الشرق لأنهم لن يذهبوا إلى البحر ولن يتجهوا إلى مصر لأن مصر لن تسمح لهم بالدخول بونجوريون كانت تسعة واربعين تسعة واربعين لأن مصر لن تسمح لهم بالدخول ونحط 100 خط تحت الكلمة دي مصر لن تسمح بالدخول ولن تسمح بالتهجير ودي السيناريوهات اللي شغال عليها نتانياه نتانياه بعد ضرب الشمال بيدرب خان يونس طب خان يونس في الجنوب الإزاحة هتوصل لحد فين وهو هنا السؤال أين ستصل بالفلسطينيين بأهل غزة في ظل هذه الظروف الصعبة السيناريو أنه يتم توزيع الفلسطينيين عن الدول الأوروبية الدول الأوروبية كلها رفض هذا السيناريو ورفض دخولهم حتى الأمريكان حتى الأمريكان وحطين ضوابط مشددة جدا إحنا مش عايزين عناصر عربية يتسلل بنا إرهابيين يعني يعوقوا الأمن في هذه الدول إذن هيروحوا فين يعني أنا عايز أقول للنتانياه لا تلعب بالنار لا تلعب بالنار مع مصر مصر بينها وما بين إسرائيل اتفاقية سلام بتحافظ على هذه الاتفاقية بتحافظ على تعهداتها حررت كل شبر من سيناء بالدماء وأرواح الشهداء فلن تسمح لأي مخلوق أني أقدامه تطأ سيناء وسيناء زي ما كانت مقبرة للإرهابيين وأيضا حررناها من الإسرائيليين لن تسمح لأي مواطن آخر أن يدخلها لأن ده معناه أنك بتصدر القضية إلى دولة مجاورة الأمر ليس بهذه السهولة وأنا عايز أرجع لجملة قالها الرئيس في بداية الأزمة قال علينا أن نقرأ جيدا عبارة من النيل إلى الفراط ودي خطة إسرائيل إسرائيل بتحاول أن تجد أرض بلا شعب في مرحلة قادمة يتم إحلال المهاجرين بعض المؤرخين الإسرائيليين أو اليهود بيقولوا إيه أننا سنصل إلى من النيل إلى الفراط عندما ننجح في تهجير مئة مليون يهودي إلى فلسطين فدي الخطة اللي ماشية لكن يعني قوة الموقف المصري استطاعت في المرحلة الأولانية أن تتصدى اليوم يبقى لازم نفهم المشكلة إحنا مع دولة توسعية مع رئيس وزراء وحشي ودموي ولا يعترف بقوانين ولا بأحكام ولا بمجتمع دول والكلام ده وأمام يعني مجتمع عربي يعني يعني مش موحد ما فيش قوة عربية ضاغطة وده ليه أسباب كتيرة ممكن نتكلم عنها ليه الأمن القوم العربي لم يعد كمكان الأمن القوم العربي تلقى ضربات في الفترة الأخيرة فمن يعني المشهد دلوقتي يعني قريبا مما كان يحدث السنة 1948 لما حصلت الحرب العربية الإسرائيلية واحتشدت جيوش من ست دول عربية ودخلت في حرب وحققت نجاح كبير جدا لدرجة أنها حررت 70% من أراضي فلسطين وبعد شهرة حصلت هدنة أثناء الهدنة حصلت مناورات وألعاب كثيرة انسحبت جيوش عربية ولم تكمل المواجهة تم تزويد الجيش المصري وقتها بأسلحة غير صالحة أسلحة فاسدة كانوا معظم الدول اللي في المواجهة مع يا إما تحت الانتداء باحتلال يا قراراتهم بتغضع للدول أجنبية في ظل هذه الظروف المرتبكة تم احتلال فلسطين رغم أن قرار التأسيم اللي صدر من الأمم المتحدة 47 كان بيقول دولتين 70 و 30 يعني كان 55 و 45 دولة يهودية و دولة فلسطينية وبينهم القدس و بيت لحم تحت الحماية الدولية فده السيناريو اللي حصلت